مرحبا معكم احمد من الشبكة السورية بجلاسجو واليوم الدرس الرابع من السلسلة دروس موقع live in the UK test web.co.uk والاكزام هو الاكزام رقم 4 خلينا نبلش بالاسئلة اليوم رح حاول اني احكي شرح مفصل عن كتير شغلات العلاقة بالتاريخ القديم تبع المملكة المتحدة والعصور ما بين الاشتياح الروماني الى العصر الحديث ما كان المعركة الاخيرة ما بين بريطانيا العظمى وفرنسا طيب من هذا الموضوع رح نبلش شوي نحكي عن بدايات العلاقة ما بين فرنسا وبريطانيا هلا اول ما كان في مشاكل بين فرنسا وبريطانيا كانت بدت بحوالي 1066 كان في شي اسمه الاشتياح النورماندي نورماندي الاشتياح النورماندي يعود الى دوق ويليام دوق نورماندي هي منطقة بشمال فرنسا هو هو وقته بسنة 1066 يعني قاد الاشتياح النورماندي باتجاه بريطانيا وقدر يهزم الملك الانجليزي انا ذاك كان اسمه هارولد والمعركة كان اسمه معركة هاستنغز هون معناته نورمانديين يلي هن فرنسيين قدروا انه يشتاحوا بريطانيا وهزموا الملك السكسوني اللي كان هنيك اسمه الملك هارولد هارولد وكانت المعركة معركة هاستنغز هاي المعركة تخلدت بشي اسمه بايو تابستري يعني هي تطريز بايو واللي هي عبارة عن لوحة او زخرفة بالصوف الملون طولة 70 متر طبعا ما بعرف فيه هون الى الصور موجودة ومعروضة لاحظوا كيف طولة كتير طويلة حوالي 70 متر بتحكي كتير عن هاي المعركة وبتخلد انه النورمانديين الفرنسيين غلبوا بزمناتهم غلبوا بزمناتهم لبريطانيين وقدروا انه يحكموا انجلترا وساعتها تمت اسماية ويليام بي ويليام الفاتح ويليام the inquirer ودائما بيسألوا السؤال انه شو هي المعركة اللي تغلب فيها هي معركة هاستينغز ووين تخلدت تخلدت على شي اسمه بويو تابستري تابستري يعني نسيج أو تطريز امبروديري يعني تطريز ايضا وموجودة بفرنسا هلأ حاليا بسبب انه الفرنسيين اشتاحوا انجلترا اللغة الفرنسية النورماندية اختلطت مع اللغة الانجليزية ويعني اختلطت مع اللغة المحكية انزاكو شكلت شي يعني بدايات اللغة الانجليزية المحكية حاليا لانه هي اطورت اصبحت اللغة النورماندية هي لغة المعاملات الرسمية بالدولة ولغة الطبقة الحاكمة فاختلطت مع اللغة اللي كانت محكية انزاكو اللي دلنا اللغة الانجليزية الموجودة حاليا هلأ النورمانديين كملوا اشتياحهم وصلوا على ويلز وقدروا انه يحتلوها وبعدين الويلزيين انطفضوا ضدهم وردوا رجعوا واخدوا ويلز النورمانديين كمان بعثوا على سكوتلندا مشان يقدروا انه يحتلوها للأسف ما قدروا ونهزموا وما قدروا يعني ما قدروا انه يحتلوا سكوتلندا هلأ أنا زاك كمان هون سؤال تاني رح يعملوا وليام الفاتح شو عميل رح قال لهم بعثوا لي بكل ارجاء انجلترا شوفوا لي كل حدا عنده بقرة خاروف عجلي اللي هو بتسجلولي قديش عنده مواشي وقديش عنده قوائم وبتسجلولي كل القرى وكل الضياع وكل القرى وشو عندهم ممتلكات كل الناس وسموا هذا الشي بكتاب دومز دي كتاب يوم القيامة كتاب يوم القيامة لانه بحسبك على الصغيرة والكبيرة شو في عندك موجود تمام وهذا طبعا هذا الكتاب لساته موجود منه بفرجينا نوعا ما صورة لانجلترا بعد الاشتياح النورماندي هاي هاي تقريبا انا زاك بعد مننا يعني الفترة ما بعد الاشتياح النورماندي يلي من 1060 لل1485 سموها العصور الوسطى هلأ هاي اول شغلة هاي اول شغلة اول اشتياح ما بين فرنسا وانجلترا تاني واحد يلي هو شي اسمه تمام العصور الوسطى بالعصور الوسطى خلينا نشوف نحكي كم شغلة تمام هلأ هون بالعصور الوسطى بعد مننا يلي صار انه الملوك الانجليز الملوك الانجليز صاروا يغزوا في فرنسا صاروا يغزوا في فرنسا كيف صار هاد الكلام ساني لشوف الاشتياح النورماندي انتهى بال1485 او اللي يعني منتهى الفترة اللي بعد مننا سموها العصور الوسطى وكان دائما حروب على طول الوقت وكانوا الملوك الانجليزيين عم يتخانقوا مع الويلزيين والاسكوتشيين والايرلنديين والنبلاء منن مشان يقدروا انه يسيطروا على ايرانيون وقدرت ادروا بانجلترا انه يسيطروا على ويلز وب1284 ادر ملك ادوارد الاول يبسط سطوته على ويلز واعترفت ويلز ساعته انه هي تابة للتاج الانجليزي وبنى هني قلاع وبنى كتير شغلات مشان يسبت سلطه بالحكم وبنهاية يعني بمنتصف القرن الخامس عشر حاولوا الويلزيين يعملوا ثورة بس تم غلبها من قبل الانجليز بسكوتلندا هيا هي شغلة مهمة حاولوا الملوك الانجليزيين انه يبسطوا سطوتهم على سكوتلندا بسنة 1314 روبرت ذي بروس هذا اسم كتير مهم حيجي سؤال عليه طبعا انا بحكي بس للفهم بس الاسئلة اللي بتجي بقلكم وين ما بتجي بال1314 روبرت ذي بروس هو بطل سكوتلندي هزم الانجليزيين بمعركة بنكبيرن ووقتها ما قدروا الانجليز انه يحتلوا سكوتلندا كمان ببداية يعني الميدل ايجز يلي هي العصور الوسطى ايرلندا كانت تعتبر دولة مستقلة بس بعد منها راحوا بعتوا تروبس يلي هي العساكر الهنيك ومشان يقدروا انه يساعدوا الملك الارلندي يضلوا يعني يضلوا بالمناطق تبعوا بالالف وميتين الانجليز حكموا منطقة حوالين دبلين هاي المنطقة اسمه البيل ازا بتشوفو هون بالخريطة هاي بيونت بيل هاي خريطة ايرلندا وهي ذا بيل وهون دبلين بالنص فذا بيل هي منطقة حوالين دبلين وهي صارت تابعة للانجليز وفي بعض اللورد او الاسياد الموجودين بباقي مناطق ايرلندا خضعوا للسلطة طبعا الملك الانجليزي كمان انا ذاك بالعصور الوسطى الانجليز عملوا عدة حروب مننا الحروب الصليبية ومننا ايضا حرب المئة عام مع فرنسا حكينا عنها المرة الماضية اللي استمرت لمية وستعشر عام ووحدة من اهم المعارك تبعها هي معركة اغين كورت بالالف واربعمية وخمسطعش لما الملك هنري الخامس قدر يغلب الفرنسيين وانا ذاك انجلترا انعكس الموضوع يحتلوا فرنسا لسنة الالف واربعمية وخمسين لبينما انسحبوا مننا هاي الشغلة التانية هلا اخر الشي بدنا نحكي عنه يلي هو اخر حرب مع فرنسا اول حرب مع فرنسا لما النورمانديين اشتاحوا انجلترا تاني حرب لما بالعصور الوسطى الانجليزيين اشتاحوا فرنسا واخر حرب هي بعد سنة الالف وسبعمية وتسعة وثمانين قامت الثورة الفرنسية او الثورة الفرنسية طبعا الثورة الفرنسية هي تعتبر منارة الثورات العالم انا ذاك وبعد مننا حكم نابليون بونابارت وحكم بسلطة كتير كبيرة واعلن نفسه امبراطور في فرنسا وطبعا ارسل جيوشه بكل انحاء العالم تعرفوا انتو حملة نابليون على مصر وفي حملة كمان كانت على بريطانيا وحاول انه يعلق مع الانجليز بس صار في معركة اسمها معركة ترافل جار بسنة الالف وثمانمية وخمسة بسنة الالف وثمانمية وخمسة هاي المعركة كانت مع القائد نيلسن في معركة من المعارك الانجليز خاضوها مو بس مع الفرنسيين مع الاسطول الاسباني ايضا يعني كانت الاسطول الاسباني كتير قوي بالبحر والفرنسيين اجتمعوا سوا بمعركة ترافل جار بألف وثمانمية وخمسة ليهزموا الجيوش الانجليزية هناك كان في ادميرال اسمه نيلسن وكان هو المسؤول عن الفيلق عن الشو اسمه عن الاسطول البحري البريطاني وانقتل بهاي المعركة وصار فيه له بترافل جار سكوير صار فيه له عمود مخصص له مثل نصب تسكاري وسافينتهم موجودة هلا حاليا ببورتسماث تمام هلا بنهاية الالف وثمانمية وخمسة نابليون عمل معركة كتير كبيرة مع دوق ويلنغتون هون رح يسألوكم مين اللي هزم نابليون بونابارت اسمه دوق ويلنغتون يلي بيسمى الايرون دوق او الدوق الحديدي تمام الدوق الحديدي غلبه بمعركة ووترلو بووترلو تمام يلي وطبعا هاي معركة كتير مهمة لانه خلص هزموا فيها الفرنسيين هزم فيها نابليون بونابارت قدام الدوق الحديدي الدوق في ويلنغتون يلي صار لاحقا برايم منستر او رئيس الوزراء طبعا منرد منرجع انه معركة ترافلقار يلي كانت بقيادة نيلسون ادميرال نيلسون هي معركة قدروا انه يربح فيها البحرية البريطانية ضد الفرنش نيفي الاسطول البحري الفرنسي والاسطول الاسباني الفرنسي انا اسف على الايطالة بس هاي الموضوع للهدف فهي شو هي اخر معركة بين بريطانيا وفرنسا انازا كانت هي معركة ووترلوي اللي انتهت بهزيمة نابليون بونابارت هلا which flower is associated with Wales طبعا نحنا بنعرف انه فيه اربع دول اربع اعلام اربع قديسين بالمملكة المتحدة وايضا اربع ازهار رسمية الدافوديل يلي هو النرجس الدافوديل هو الزهر الرسمية لدولة ويلز الروز اللي هو الورد لانجلترا الشامروك ما بعرف اذا شايفينه بس يلي بيعرف سان باتريك داي وبيعرف نوردن ايلاند بيعرف انه بيشوف هاي الصورة او هاي النبتة هي النبتة تبعا القديس سان باتريك يلي هي لنوردن ايلاند واخر شي ثستل هي الوردة الرسمية لسكوتلندا بتكون تحفظون هاي هي شكل الوردة الرئيسية لسكوتلندا فمن الرد بنرجع هون السؤال اللي عم يسألون اياه كان انو ورده هي المعويلز هي الدافوديل او النرجس شامروك هي نورث ايلاند ثستل هي سكوتلندا والروز طبعا انجلترا خلال فترة حكم الشارز الثاني اجزاء من لندن كانت تم تهديمة شو السبب بهذا الموضوع وبهذا الدمار هلا انا رحيحكيلي شغلة خمس دقايق عن تاريخ مطول من حكم وكيف حكم وليش حكم خليني ارجع لهون لند الملكة اليزابات تمام هلا نحنا بنعرف حكينا المرة الماضية انو كان في عنا هنري الثامن وهنري الثامن تزوج ست ساني شوي دي الهنري الثامن تزوج ست ست مرات وكان في عنده عدة اولاد ومن اهمهم هنا كوين اليزابات الاولى حكينا عن هذا الشي و كوين اليزابات الاولى خلينا نقول تمام هلا بعد ما انتهت فترة حكم الملكة اليزابات الاولى ما كان عنده اي وريث شرعي فلما توفت انتقلت الحكم لجيمس السابع جيمس السادس اسف الفي هي رقم خمسة ولما بيكون في احد منه على اليمين معناته هذا الرقم ستة جيمس السادس والاول هلا جيمس السادس والاول كان جيمس السادس كان انا ذاك حاكم لسكوتلندا فهي لما توفت انتقل الحكم طبع انجلترا يلي انتقل عرش له فانا ذاك كان هو جيمس السادس لسكوتلندا وهون بكون تعرفوا شغلة بالترقيم طبعا بما انه هي عدة دول فكل دولة بيحكمها ملك احيانا ممكن اسم الملك يتكرر فممكن يكون جيمس الاول وجيمس التاني وجيمس التالت فلي نفترض نفس الملك بسبب انه ورس عرش ابن عمه من دولة تانية فهو اللي نفترض كان جيمس السادس تبع سكوتلندا بس بانجلترا توفت اليزابيت الاولى وورسته عرش انجلترا فهو هون انا ذاك بصير جيمس تبع انجلترا بس رقمه ما بيضل السادس لانه السادس بسكوتلندا بصير رقمه على حسب شو في جيمسات قبله بانجلترا على حظه ما كان فيه قبل منه ولا جيمس حاكم ملك بانجلترا فصار اسمه جيمس الاول حاكم انجلترا وويلز وإيرلندا حاكم انجلترا وويلز وانجلترا وانا ذاك ما خضعه تحت لحكمه هو انتقل لا يحكم هدول تلات دول وسكوتلندا ضلت دولة منفصلة فهو كان بسكوتلندا وقت كان حاكم بسكوتلندا ملك بسكوتلندا كان جيمس السادس لما توفت اليزابيت الاولى وانتقل العرش انجلترا وويلز وإيرلندا يلي كانوا تحت حكمه صار هو جيمس الاول تبع هدول تلات دول وسكوتلندا ضلت دولة منفصلة هلا هون الملك جيمس شو قرر يعمل حب انه يعمل ترجمة جديدة للبيبل اللي هو البيبل للانجيل حب يعمله ترجمة جديدة للانجليزي وتم يعني معرفة الترجمة باسم او عرفت باسم نسخة الملك جيمس او النسخة المنقحة وهي اول انجيل انجليزي ويستخدم بكثير من الكنائس البروستانتية حاليا خلينا نشوف بالنسبة لإيرلندا شو صار طيب هلا بعد جيمس الاول جيمس الاول جيمس الاول توفى وطبعا سلم الحكم لابنه لابنه تشارلز الاول خلينا نحكي شوي عن التفاصيل بهاي الفكرة طيب ماشي خلينا نحكي كانت الملكة اليزابيت الاولى كانت كتير شاطرة بالتعامل مع البرلمان بينما الملك جيمس الاول وابنه تشارلز الاول كانوا اقل مهارة بالتعامل السياسي تمام واثنيناتهم كانوا مهوسين بفكرة شي اسمه ديفاين رايت اوف كينغز يعني الحق الالهي للملك تمام وانه الملك يستمت حقه مباشرة من الرب مباشرة وانه لازم وهنه مفكروا هدول الملكين جيمس الاول وشارلز الاول فكروا انه يعني خلاص الملك بتصرف صلاحية مطلقة بدون اي مشكلة وما عنده ما في ضاعي ضرورة انه يتفق مع البرلمان ما في ضاعي يتصرف مع البرلمان وانه زاكس نشب خلاف ما بين جيمس الاول وما بين البرلمان يلي كان برلمان هو عنه زاك كان له سلطة كبيرة من اللوردات واصحاب الاموال واصحاب الجاه والنبلاء فلما توفى جيمس الاول وسلم شارلز الاول عرش انجلترا وويلز وإيرلندا وسكوتلندا هون قدر يعني يحاول انه يحكم شارلز الاول بنفس المبدأ انه خلاص انا الملك وسلطي هي من سلطة الرب فهذا كل شي يعني وبلش يتخلف مع البرلمان بالنسبة للموضوع الديني وبالنسبة للسياسات الخارجية لما تخانا شارلز الاول مع البرلمان ما كان محنك سياسيا فما قدر انه يحافظ على البرلمان تبعه وقرر انه يمشي انا الملك وما بيهمني البرلمان رغم انه البرلمان كان قوة ويفترض انه يقدر يتفق معه وتم هاد الخلاف ما بيناتهم لمدة 11 سنة وانا زاك قدر الملك انه يلاقي طريقة ليحصل المصاري بدون المساعدة تبع البرلمان يعني قدر يحصل المصاري بدون المساعدة تبع البرلمان بعد 10 سنة اضطر انه يجمع جيش فاضطر بده مصاري فاضطر بموافقة البرلمان البرلمان رفض وهات ساعتها صار في شي اسمه الانجليش سيفل وور او الحرب الانجليزية السيفل وور الحرب الاهلية الانجليزية تمام شو سبب الخلاف بينه وبين البرلمان اول الشي انه يعني تشارلز الاول حب انه يغير نوعا ما بالكنيسة الانجليزية ويحط فيها شعائر اكتر ويحط كتاب صلاة وحاول انه يفرض كتاب الصلاة هاد براير بوك وانه ينعبارة عن طائفة من الطائف الكنسية او الكنيسة البرسبتيريان بسكوتلندا هي طابعة الكنيسة الاسكوتلندي وهنا رفضوا انه يفرض عليه هذا الكتاب وساعتها قرر انه يساوي جيش سكوتلندي مشان يقدر يحارب بالقوة وجيش سكوتلندي لما انشأه صار بالضو مصاري المصاري ما اللي موجودة راح الملك تشارلز الاول اللي عند البرلمان طلب منه المصاري وبالالف وستمائة واربعين راح قالوا انتعووا يا برلمان اللي عندي عطوني مصاري وكان البرلمان اجزاء منه كتير هن من طائف البروتنس طبعا كل هذا الحكي بس للفهم يلي هن من طائفة من البروتستانت وكانوا نوعا ما مجرد صارمين وعقيدتهم شوي صارمة اكتر بالعبادة وما اتفقوا مع النظرة طبع الملك بالنسبة النظرة الدينية طبعه وما لم يتفقين كيف شو بده يعمل بالكنيسة الانجليزية وساعتها رفض انه يعطيه المصاري اللي سأل عليها وحتى بعد ما حرك الجيش سكوتلندي باتجاه الكلترال حتى يحتلها رفضوا انه يعطوه المصاري وهون انا زاك بنفس الوقت بالتزامن صار في ثورة بايرلندا لانه في كان كاثوليك طابعين الكنيسة بروما بايرلندا كانوا خايفين انه البوريتانز يلي بالبرلمانز طائفة البوريتانز يلي بالبرلمانز انه ياخدوا قوة اكتر وساعتها انه يضطهدون وساعتها البرلمان استغل الفوضى هاي وطلب انه يحكم انجلترا يعني البرلمان طلب انه هو يتحكم بالجيش الانجليزي فصار في عنا جيش سكوتلندي قائده الملك وعنا جيش انجليزي عم يطالب البرلمان بانه يتحكم فيه وصار في عنا البرلمان معاكس لرأي الملك تشارز الاول وهذا الشي طبعا مطالبة البرلمان بانه يتحكم بالجيش هذا معناته انه الجيش معاد يتبع للملك وهون ساعتها في كتير مشكلة يعني صار في عنا مثل شقة كتير كبير قام هون تشارز الاول ما عجبوا رأي البرلمان وقام اقتحم مجلس العموم وحاول انه يعتقل خمس اشخاص من قوات البرلمان وساعتها ما قدر لانه فيه اشخاص نبهون وهنين هربوا قبل ما يقدر طبعا لاحظوا شو الجميل المكتوب ما فيه اي شخص من العائلة الملكية داس المجلس العموم من انا ذاك لها وطبعا صار فيه خلاف هو بقى بده يقضي على البرلمان والبرلمان هربوا وتحزر منه وصار فيه حرب اهلية ما بيناتهم وبلشت الحرب الاهلية بانجلترا بالسنة 1642 وانقسمت الدولة لقسمين القسم الاول اللي هو بيدعم الملك وبيسموههم الكافلييرز هذا فيجي سؤال من هنه اللي يدعموا الملك الكافلييرز يلي هنه الفرسان والقسم التاني يلي يدعم البرلمان فيكن تقولوا البرلمان فيكن تقولوا الطاولة المستديرة أو ال weekly round heads الرؤوس المدورة هنه اللي دعموا البرلمان البرلمان. انقسمت الدولة لجزئين. هلا طبعا بعد هاي المعارك كان اوليفر كرومويل القائد الانجليزي انا زاك مع البرلمان ادخانه مع جيش الملك السكوتلندي الجاي من سكوتلندا وهزمه بمعركة مارتن مور بنسبه بالارث 646 ما اجسوا عليه لحد هلا وخلص البرلمان ربح فوق الملك. لما البرلمان ربح فوق الملك شو عمل الملك تشارلز تم اعتقاله عن طريق الجيش البرلماني وما رضي ابدا انه خلص يبس راسه ما بده يتفق مع البرلمان باي شكل من الاشكال فكان من ال646 لل649 امتنح راسه ام اعدامه. هلا ساعتها لما تم اعدام الملك انتهت الملكية بانجلترا فاعلنت الكلترا نفسها انه هي ريبوبليك هي جمهورية وسميت نفسها الكمون ويلث او رابط الشعوب البريطانية فمن وقتها اجد تسمية الكمون ويلث وما عدت صفى في ملكية بانجلترا على الاطلاق. وهون طالما انت غيرت نظام الحكم لغاية الملكية صار فيه دوع من الفوضى ما عدت عدى في حدا كيف الحكم راح يصير. ولحد هلا الحكم كان كلاته بايد الجيش والجنرال اللي بالجيش اسمه اوليفر كرومويل كان في وقته كان في وقته ثورة اللينا حكيناها بالفيديو الاول. ثورة قامت بايرلندا بسنة سستمية وواحد واربعين وراح اوليفر كرومويل قمعها لهي السورة وورجع يعني ولما قمع هاي السورة فرد خلى ايرلندا تتبع لمين هلأ للبرلمان الانجليزي. طبعا نستخدم العنف لنا بهذا الحكي والهلأ هو شخصية مختلفة عليها. طيب منرجع لعند السكوتلنديين. السكوتلنديين ملكون يلي كان شارز الاولي اللي ممسك بالبرلمان او الجيش الانجليزي وانعدم. ما عد انبسطوا بهذا الموضوع. فشو عملوا. اعلنوا انه ابنه تشارلز الثاني رح يكون ملك تمام. وسلموا صار الملك تبع سكوتلندا وكمان راح قاد جيش سكوتلندي تاني باتجاه انجلترا. كرومويل ما عجبوا هذا الحكي ورد رجع لعندون وعليه معهم بمعركة دنبار بوركستر وهزمون. لما هزم الملك تشارلز الثاني تشارلز الثاني قال خلينا نروح وهرب من ووركستر وقالوا انه اثناء هربوا تخبى بشجرة اوك وبعدين هرب على اوروبا. وهلأ حاليا البرلمان صار حاكم لانجلترا وصار حاكم لسكوتلندا وحاكم لويلز. تمام? هلأ صار تعرفوا انتو كرومويل صار قامع الثورة اللي قامت بايرلندا وصار هزم الملك تشارلز الثاني تبع سكوتلندا. فحاليا صار يعتبر اقوى شخصية برلمانية او اقوى شخصية عسكرية بانجلترا فاستلم الليدر of the new republic صار هو القائد تبع هي الجمهورية. وتموا اعطاؤه لقب شي اسمه اللورد بروتكتر او اللورد الحامي وهذا بيجي سؤال مين هو اللورد بروتكتر؟ أوليفر كرومويل تمام؟ وظلوا حاكم لسنة 1658 لما توفى ابنه ريتشارد رده منحوا لقب اللورد بروتكتر بس ما قادر انه يتحكم بالجيش يلي هي بالحكومة بالبرلمان ولا قادر يتحكم بالجيش متل ابو شكله شخصيته ومتل شخصية ابو. هلأ قديش ضلت انجلترا انا زاك جمهورية لمدة 11 سنة تمام؟ وبعد أوليفر كرومويل بعد ما توفى معتصفة في حدا يحكم بالشكل اللي كان هين العالم بالدنيا وكتير ناس خلص ملوا من هاي الحالة وصار بدون الاستقرار انه ايه بقى ميما يحكمنا يحكمنا المهم نحنا بدنا الاستقرار وخلص صاروا يقولوا يا الله نحنا بدنا ملك يعني قالوا جعل لنا طالوت قالوا جعل لنا ملكا صار بدون ملك لانه المتعود على الملك ما بقدر يعوش بدون ملك اللي بعد منا قرر البرلمان انه معلش نحنا بدنا ملك من جديد تشارلز الثاني انت قاعد برا بالنيذرلند بهولندا شو رأيك نتفق معاك وبالفعل راحوا حكوا معه ورجعوا اعلنوا الملك تشارلز الثاني ملك انجلترا وملك ويلز وملك سكوتلندا وملك ايرلندا تمام؟ وهون اعلن شارلز الثاني اتفق معه انه انا معت بدي سافر ومعت بدي افرض الامور بالطريقة يلي انا كم بدي افرضها متفق مع البرلمان والبرلمان اتفق مع سياساته وخلص صارت الكنيسة صارت الكنيسة الرسمية تبع كلها الدول هلأ لما صارت الكنيسة الانجليزية اللي هي طالعة من سلطة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تم ابعاد الكاثوليك الرومان والبوريتانز عن السلطة هلأ هون منجي للسؤال اللي كان موجود بعهدة شارلز الثاني شو صار لما لحظ اول الشي صار في جائحة الطعوم بلندن وماتوا الاف الناس خصوصي بالاماكن الفقيرة وبالسنة اللي بعد من نفو حقه دقه صار في الجريت فاير يلي هي النار الحريق الكبير يلي حرق جزء كبير من المدينة وحرق كتير من الكنائس وحرق كتدرائية سانت بول ولندن ساعتها اضطرت انه ترتبني الكتدرائية وصممها الكتدرائية تبع سانت بول كريستوفر رين وسموال بيبيز كتب عن هاد الموضوع بدايارية او بمثكراته الخاصة اللي نشرها لاحقا هلأ في شغلة كتير مهمة صارت بالالف ستمية وتسعة وسبعين أبيز كوربس اكت شو معناته هي كلمة لاتينية او جملة لاتينية بمعنى مثل قانون تم تشريعه انا زاك يعني ما لازم تحاكم اي حدا بشكل اعتباطي اي حدا عليه حكم لازم تجيبه وتقدمه للمحكمة تمام؟ وهذا بيضمن هذا يعني هذا التشريع صار بيضمن انه الشخص ما لازم يتم حبسه بشكل غير قانوني الا بسلطة قانون ولازم انه يمثل للمحكمة مشان تسمع رأيه تمام؟ وبعصر تشارلز الثاني كان شارلز الثاني مهتم بالعلوم وحكم فصار في شي اسمه الرويال سوسايتي او الجمعية العلمية يلي بروموت ناتشورال نولوجي اللي صارت تتأهل المعرفة الطبيعية وانا زاك يعني اتقدم العلم كان منا السيد ايدموند هالي يلي تم تسمية مذنب هالي على اسمه لانه ادري تنبأ بموعد حصوله الثاني وكان السيد سير اسحاق نيوتن هلأ منكمل لاحقا بشو حيصير بشارلز الثاني وابنائه بس لانه طولنا عليكم فهلأ خلال فترة حكمة شارلز الثاني اجزاء كبيرة من لندن تم تدميرها شو كان سبب التدمير؟ كان سبب التدمير لحريق الكبير كالكبير هالي جنرال ايليكشنز هيلد ان دي يو كي كل قديش بيصير في انتخابات عامة بريطانيا طبعا انتخابات العامة هي انتخابات الحوصف كومونز كل خمسة سنين انتخابات مجلس الشعب كل خمسة سنين سكوتلند هالي لديها مجلس الشعب اربعة سنين هلأ سكوتلند عندها البانك نوتس تبعاتها اللي هي العملة تبعها ويتش are valid everywhere in the UK انه هي صالحة اي مكان بالمملكة المتحدة صحيح يفترض من هي المنظمة الخيرية المسؤولة عن حفاظ على الابنية المهمة عن الشغلات عن الريف عن الاثار بشكل عام باليو كي shelter يعني عبارة عن مأوى وهي يمكن هاي الجمعية للاشخاص الهومليس age UK هي بالنسبة للاشخاص اللي عمرون كبير crisis هي اللي في عنده ازمة national trust national trust هي الجمعية المسؤولة عن الاثار وهي الاصاصمة great britain refers only to england wales وسكوتلند بريطانيا العظمة تعني انجلترا حصرا وwales وسكوتلندا اين عن ذكرنا انه هي المملكة المتحدة هي عبارة عن ثلاث دول بتعمل great britain يلي هن هدول ثلاث دول و northern island سوا بيعملوا شي اسموا united kingdom فهذا الكلام true صحيح who was the tribal leader who fought against the romans من كان القائد القبائل يلي حاربوا ضد الرومان طبعا الاشتياح الروماني الى انجلترا كان من اوائل الاشتياحات كان من اوائل الاشتياحات لبريطانيا اشتاحوا بريطانيا سنة الخمسة وخمسين بفور كرايست يعني قبل الميلاد تمام وحاولوا انه يغلبوهم بس ما ادرو what's answer six full ما ادرو هلا بيجي سؤال هول قديش ضلوا مستنيين ما بين اول مرة حاولوا لتاني مرة قدروا يشتاحوا عن جد ميت سنة تمام ميت سنة ما ادرو الامبراطورين الرومانية من سنة الخمسة وخمسين انه يشتاحوا لسنة ثلاثة واربعين بعد الميلاد كلاوديوس قام بقيادة الجيش الروماني وعمل اشتياح جديد وساعة القبائل يلي موجودة بمنطقة شرق انجلترا لانه الروماني جايين من جهة فرنسا عملوا مقاومة بس بجميع الاحوال الروماني ادرو انه يسيطروا على اغلبية بريطانيا هلا مين القائد طبع القبائل اسمه بوديكا اه مقاسف قائدة هي بوديكا هي ملكة اكيني وهي معروفة حاليا المنطقة حاليا بشرق انجلترا وهي يعني مخلدة بانه عملو لها تمثال بالويست مينستر بريدش يلي عند الويست مينستر تقريبا حد مجلس البرلمان مجلس البرلمان طبعا سكوتلندا بيلاقوها دائما بعيدة فالرومان حاولوا انه يطلعوا يحتلوها بس ما ادرو وهو ساعة تضطر الامبراطور هادريان انه يعمل وول جدار ما بين انجلترا الشمالية مشان يخلي البيكت اللي هنن او اجداد ما يسمى الاسكوتلنديين انا زاك خلاهم ورا السور اذا شايفين كوموف ترونز ممكن تصير عليكم مفهوم الشغلي حلا فالقائدة الملكة اللي حاربة ضد الرومان اسمه بوديكا ما بعرف اذا هي بوديكا او بوديكا ما بعرف شون طلو فيز الامانة مين صوتو له كأعظم انسان ببريطانيا على الاطلاق السيد وينستون شيرتشل طبعا الشخصية اللي قادة بريطانيا خلال فترة الحرب العالمية التانية وقدرت تخليها تغلب تغلب المانيا حكينا عنون شو هنن المجلسين اللي بيشكلوا البرلمان البريطاني مجلس اللوردات مجلس الاسياد ومجلس العموم house of commons When did women get the right to vote at the same age as men؟ When did women get the right to vote at the same age as men? When did women get the right to vote at the same age as men? When did women get the right to vote at the same age as men? When did women get the right to vote at the same age as men? When did women get the right to vote at the same age as men? When did women get the right to vote at the same age as men? What sort of event is the Grand National? What type of literature are the Canterbury Tales? What is the name of the Canterbury Tales? What is the name of the Canterbury Tales? We talked about the Canterbury Tales. Canterbury Tales. Canterbury Tales. Canterbury Tales. Canterbury Tales. Canterbury Tales. When did women get the right to vote? 25 كانوا الثاني. تشارلز الاول كان اسمه الكافي كافلييرز يلي هنالفرسان واللي دعم البرلمان اسمه الراوند هيد. باتل اسكموبراتد ام بايو تابستري. شو هي المعركة المخلدة بتابستري اللي هي طبعا نسيج طبع بايو. طبعا بايو هي اسمه فرنسي بايو لما تكون باخريتها اي او اكس هاي بايو. فهي معركة ما بين فرنسا وانجلترا وحكيناها انه هي معركة مهمة كانت تبع الاشتياح انه نورمندي. يلي هي معركة هاستينج. يلي قدروا الملوك النورمنديين يشتاحوا فيها انجلترا. وطبعا قلنا انه هي طولها سبعين متر. بينما معركة ووترلو هي المعركة يلي انغلب فيها نابوليون بونابارت على ايد دوق ويلينجتون. كم سنة الالف وثمانمية وخمسة عشر. معركة الترافل جار يلي قدر فيها الف وثمانمية وخمسة الادميرال نيلسون يغلب الاسطولين البحريين الفرنسي. الاسباني والاسباني. أين كانت ان بويلين بسبب اتهامهم بانه كان في عندهم عشقاء. تم اعدام ان بويلين بتورو في لندن. برج لندن. هلا ريشال كرايم او الجريمة العرقية. الدخان بالاماكن العامة. جنحات مدنية او جنحات جنائية او مخالفات جنائية. مخالفات جنائية. What type of character was played by Charlie Chaplin? شو هي نوع الشخصية اللي كان يمثلها Charlie Chaplin؟ طبعاً. Sir Charles Chaplin من عظماء الممثلين بالقرن العشرين كان يعمل نفسه متشرد بكتير من أفلامه. مخالفات جنائية. مخالفات جنائية. مخالفات جنائية. مخالفات جنائية. يجب ان يكون عمرك أقل الشي 21 سنة لتترشح لمنصب عضو البرلمان. لا مجرد ما صار عمرك 18 سنة فيك تترشح. بس انت وحظك. آسف. false. ايت آسف. ايه. انا مو أصدي تروهي. ايت 18 سنة. انا قلت بس انا اصدي 18 سنة. بس طبعاً لازم تحصل على موافقة حدا من الأحزاب ويرشحك الحزب لحتى تقدر انت تاخد عن جد أصوات. مين نطور الرادار؟ هلا جون لوجي بيرد. إنه لوجي تلي فيجي فهذا اللي يساوي التلفزيون. فرانك ويتل ويتل محرك ويتل النفاث. ساوى محرك ويتل. الجيت انجين. كريستفر كوكريل. ما اللي عرفان الأمانة شو ساوى. بس اللي ساوى الرادار هو واتسون وات. يلي هو سير روبرت واتسون وات. وين العنوان الرئيسي أو وين يقيم البرايم منيستر؟ وين منزل رئيس الوزراء بلندن؟ طبعا رئيس الوزراء. متل عنا شلون مجلس الشعب بيكون في مجلس الشعب. إلو بيت مخصص لمجلس الشعب. أو أسر الشعب. هون كمان نفس الشي في شي اسمه. المنزل العنوان الرئيسي للبرايم منيستر أو الرئيس الوزراء هو عشرة. دونيج ستريت موجود بلندن. أشخاص بلندن بيعرفوين العنوان. وآخر سؤال بايلو. كمين نوعين من الإعلام التاليين يجب عليهم أن يعطوا وقت مناسب من التغطية أو متساوي لكل الأحزاب المشاركة بالانتخابات. هن أن التلفزيون والراديو تابعين للبي بي سي لازم يعطوا لجميع فرص متساوية. وخلصنا اليوم الدرس. أسف طولنا عليكم. وبتمنى أنه يكون في فائدة للجميع.